على الرغم من اقتراب عقد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه إلا أن البرودة يخيم على المشهد السياسي العراقي اللقاءات بين الكتل السياسية المختلفة تبدو شبه متوقفة باستثناء تلك الاتصالات الهاتفية وبعض اللقاءات التي تجرى بين تحالفي الفتح وسائرون بزعامة كل من العامر والصدر لقاءات كان من المفترض أن تحسم قضية التحالفات والكتلة الأكبر التي يدور حولها الصراع بين الكتل السياسية وأحزابها وسياسيها التحرك الأمريكي أيضا لم يجد قبولا لدى الكتل السياسية حيث رفضت كتل شيعية لقاء المبعوث الأمريكي بريت ماكورك الأمر الذي عده المراقبون توجيها إيرانيا بعد يومين من ضربة أخرى تلقتها واشنطن في العراق من خلال انقلاب حلفاء العباد عليه ومطالبته بالاستقالة على ما يبدو فإن الكفة الإيرانية هي الأرجح لدعم رئيس الحكومة البقبلة لسيما بعد لقاء الذي جمع العامر بالصدر في النجف والذي يتوقع أن يشهد بثاق الكتلة الأكبر التي حصلت على الأغلبية البرلمانية قال النائب عن تحالف الفتح عدي عواد إن وجود كتلتين الفتح وسائرون بجانب بعضهما من شأنه أن يسرع باتلاف الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة فيما بعد غير أن تلاف دولة القانون كان له رأي آخر حيث أكد عضو التلاف عبدالهادي محمد أن الحديث عن تشكيل كتلة من تحالفين أو ثلاثة للحصول على الأغلبية البرلمانية هو أمر غير ممكن في ظل اعتياد السياسيين على الوجود في السلطة أما التحالف الكردستاني فقد أشار إلى أن صورة المشهد السياسي لا تزال غير واضحة حتى الآن فيما أكد القيادي في التحالف ماجد شينكالي أن واشنطن تعمل على تحجيم النفوذ الإيراني في العراق مشيرا إلى أن الحكومة لن تشكل إلا بتوافق إيراني مع الولايات المتحدة حتى لو لم يلتقي الطرفان وما بين التدخلات الخارجية وصراعات الأطراف السياسية فيما بينها لاقتسام كعكات الحكومة المقبلة تحولت الكتلة الأكبر إلى أزمة حقيقية يستعصي حلها على الرغم من الجهود والضغوط الإيرانية والأمريكية